من بروكسيل ينضم إلي مراسل الغد سلامة عطلة سلامة هل نحن أمام خطة موحدة للاتحاد الأوروبي بما يخص رفع أو تخفيف إجراءات الإغلاق أم أن البلدان ستستمر باتخاذ إجراءات بشكل انفرادي دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام تتجه تدريجيا إلى رفع الإجراءات التقييدية ولكن ببطء وكل منطقة لها اعتبارات خاصة لكن هذا هو الاتجاه العام لأن يبدو أن العيش والتعايش مع كورونا هو قدر ولذلك يتم الآن تصنيف القطاعات الأقل خطورة أو التي يمكن أن تحدد أو تحقق شروط تباعد بين الأشخاص إلى حد كبير هذا على جانب على جانب آخر العودة إلى الحياة الطبيعية يحتاج إلى الكثير من العمل وخصوصا على صعيد الوظائف المهددة أو المعرضة للخطر الدراسات شبه الرسمية تشير إلى أنه نحو ستين مليون وظيفة معرضة لخطر إما تقليل ساعات العمل أو إجازات طويلة أو حتى إنهاء خدمة العمل على هذا يحتاج إلى الكثير خصوصا وأن هناك ارتباط بين المهن المتأثرة والتعليم المنخفض وهذا يهدد بتفاوت اجتماعي لذلك الدول تعمل أو تحاول الآن إعداد والتفكير بكيفية التعامل مع هؤلاء الملايين على صعيد إعادة التدريب إعادة التدوير بين القطاعات ومحاولة التغلب بسرعة لإعادة إعمار ما هدمته كورونا من بروكسيل مراسل الغد سلامة عطلة شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة